أهلا بعضراتكم مرة تانية في الريمونتادة والكابتن عيد مرزيء المدير الفني النادي مصر للمقصة ضيفي وكنا نتكلم على الدوري والمدربين وسألته على سوارش المدير الفني للأهلي خاصة أنه هو واجهه مرتين في وقت قصير جدا رأيك كيف بصراحة في سوارش؟ رأيك أنه هو مظلوم أنه مسك الفرقة في الوقت ده ولا هو خد وقت كافي أنه كان لازم يبقى ليه بصمات واضحة في الوقت اللي احنا فيه هو يعني فيه كذا شق في الموضوع يعني هو أول حاجة هو مظلوم أنه مسك الفرقة في التوقيت الصعب طبعا لكن أنا طبعا ده نادي الأهلي احنا بنتكلم كفنيا لكن ده نادي الأهلي والنادي الأهلي عنده حلول كتيرة وعنده أكتر من 35 لعيب وعنده قطاع كبير الزمالك حل الموضوع ده وعنده قدمة وقوف وعنده حاجات كتير والزمالك عارف يستغل الظروف بشكل كويس الأهلي عنده لعيبة ممكن تصنع الفرق غير حتى لعيبة المجهدة ده موضوع تاني وحضرتك مدرب كبير وعارف أن أي مدرب لازم يخدم نفسه يبقى عنده رؤية كبيرة جدا أنه هو ممكن يعمل حاجة لكن هو كعلى المستوى الفني هو لغاية الآن مزارش في حاجة حتى جماهير النادي الأهلي جماهير بتاعة كورة وشايفة شكل الأداء حتى مطشطنا كانت معاهم يعني حتى المطش الأولاني الجماهير كانت حسة إحنا كان لنا جنين وجاء وصايت في الآخر الجماهير كانت حسة بمشكلة كبيرة وكان فيه صفرات استجان بطريقة غريبة في الملعب في الملعب ونسبة يعني حسة بالأزمة أن الجماهير النادي الأهلي ما بترضاش غير بالبطولات والمكسب زي جماهير النادي الزمالك يعني لكن الحاجات دي أنا كمان وحضرتك وكل اللي في المنظومة الكروية شايفة الظروف لا لسه هو لسه ملامحه ما ظهرتش لكن أتمنى أنه يعني يراجع نفسه بسرعة لأنه عنده لعبة كويسة جدا في بعض اللعبة نزل طبعا أنت لو كان كنت عملت مختلف يعني لو أنت عملت إيه اللي كنت عمل مختلف لا أكيد طبعا إحنا ناس دايما بنفصل يعني أنا من المدربين اللي بحاول أفصل شغلي لا عندي حاجات كتير كنت ممكن أعملها كنت ممكن برضو أشتغل بالعناصر الشابة والعناصر الخبرة ممكن أقدر أجيب بعض اللعيبة يصنعوا الفارق وده مش جديد على النادي الأهلي النادي الأهلي في بعض السنين النادي الأهلي خد كاس مصر باللعيبة الصغيرة اللي منهم بقى كبتن الكبار دلوقتي كابتن حسام حسن وكابتن طرق خليل وكابتن محمد السيد وكابتن بريم حسن الجلدة كله كان خد بطولة لأنه كان فيه أزمة في النادي الأهلي والله رحمه كابتن صرح آه طبعا فدي كانت فكر لكن النهاردة نادي الأهلي يا كابتن ميدي ونهاردة نادي الأهلي أي حد يمسك نادي الأهلي ويكون مدرب شاطر بيعرب يشتغل لا هيغير الدنيا لكن برضو عشان ما نجيش على الراجل ونقول لسه نادي الأهلي هيستنى من أول سنة يبقى فيه تكوين جديد لسه نشوف بقى رؤيته ونشوف الشكل ده اللي ممكن يعمله يعني أنا يعني شايف إن هو يعني لغاية دلوقتي بصراحة مقدمش بصمة حقيقية بكلم على 11-12 مطشة شباب قلولي كان مطشة ده وقت كافي إن انت تقدر إن انت بشغلك مع اللعيبة حتى في وجود نواقع الزمن انت بتقول لأن العيب النادي الأهلي هو لعيب النادي الأهلي ده اللي أنا بكلم عليه ده اللي أنا بقول له حضرتك النادي الأهلي عنده 35 لعيب ونادي الأهلي يعني جماعة إحنا بنتكلم في حاجة كبيرة نادي الزمالك ومدايل يعني كتيرة نا طبعا ترجمة نانسي قنقر